حبايب قلبو هاي خليت لكم تعليق اول ابنية دائما تريد منعدكم دعوات وانتم ان شاء الله دعواتكم مستجابة بحق محمد والي محمد وهنان التعليقات الحلوة اللي تحفز دائما خليت قسم من التعليقات والله العظيم التعليقات كلها الجنة واجابية ربو يسعدكم ويوفقكم ابجاه الحسين مثل ما جاي يتفرحوني اللهم ويرزقكم ويفرحكم بحق محمد والي محمد جميع من يكتبني وجميع من يتابعني شكرا لكم والمحبتكم الي شكرا التفاعلكم الي بالفيديوات ربو لا يحرمني منعدكم شكرا لكل شي كتبتو بحقي اللهم ويرزقكم آمين ربو العالمين يرزقكم أهم شي راحة البال آمين ربو العالمين والستر والعافية هنا حبايب حبيت أشارككم بريوقنا وأنا ما أمسلم عليكم صباح الخير متابعين شونكم شخباركم يا ربوا تكونون بخير اليوم حبيت أشارككم فقرة ريوقنا ودوام المدارس وقراية المدارس فحبيت هيش أجواء أصور لكم وإن شاء الله بالفيديو الجاي طلبت من الدبنية رادة تقطيع الدجاج إن شاء الله ما ناسيته وأنا شن اللي حابينه اكتبوا إليه بالتعليقات وأنا أكون ممنونة منعدكم حبايبي شكرا لكل مشترك دخليننا بالقناة وشكرا للمشتركين القديمين شي أكيد كلكم على عين وعلى راسي ربو يوفقكم ولا يحرمني منكم هنا أنا مثل ما شوفون واحد يقعد الصبح شن اللي يسوي الغداء مرات الغداء مو الكل تلتفق عليه وهاي طبعا بكل بيت عراقي مرات يعني هذا ياكل هذا الشي وهذا ما ياكله فاليوم قلت راح أسوي أول مرة أسوي مقلوبة بعدين قلت لا خلينا أسوي لهم كباب لأن أنا قبل شوية خليت اللوبي على الطباخ خليتها على الطباخ الكهربائي لأن كان بوقتها الغاز مخلص الدبا والصبح ما ترست الصراحة من هم أنتم وثني من تردون أبو الغاز يطير عليكم والله العظيم يعني من أريد أبو الغاز من أريد أبو الماي يعني ما يجي بأي شي نسوي نقول الله كريم وكل من مرات يعني كل من وحظه وهنا أنا ثرمت الكباب بس الموبايل ما صور كل التصوير لأن بيهواي فيديوات وما أدري يعني الملف لازم كله ينحذف عدي هواي صور وعدي مثل خصوصيات تعرفون بالموبايل فلازم كله أمس حن لازم أحوله بغير موبايل وأطي مسح لأن دائما أنا أنزل للكواي على مقاطع قصيرة وهنا أجت ابنية كتبت لهم خليها تعليقها بأول بداية التعليقات بعد تعرفون أنتم تلقيط الخضرة وهذا مو بتصوير موبايل بتصوير موبايل جنات لأن قلت لكم موبايل قام ما يحمل بس ما للخضرة لأن التصوير مواضح أي حبايب قلبي نرجع السالفة نبنية سئلتني دخلت متابعة جديدة طبعا أهلا وسهلا بيش حبيبة قلبي وكل الهلبيش نورت القناة وانتم كلكم منورين كتبت لي من يا محافظة وتشمط في العدج وبيتج إيجال لو ملك حبيبتي سؤالاتك كلها إن شاء الله أجاوبك عليهم أنا من محافظة ميسان من العمارة وأشرف بك المتابعيني ومز زوجة الحمد لله وعدت لك جهال اثنين بنات وولد وربو يحفظكم ويحفظ أطفالكم وبيتنا ملك لو إيجال لا والله إيجال وإن شاء الله اللهم يرزقنا ويرزقكم آمين رب العالمين يرزقنا الستر والعافية وراحة البال وهذا كله يجي والتسهيل مننا الله سبحانه وتعالى وفضلكم إن شاء الله نوصل للمئة ألف مشترك وبوجودكم ويحقق حلمنا آمين رب العالمين والتوفيق للجميع وكل من بعد بمشروع اللهم يرزقه ويوفقه بحق محمد والمحمد أنا دائما والله العظيم يعني أحبا يعني مو بس إليه الخير يعني أحب لكل إنسان لأن تعرفون يعني الظروف مرات ما ساعد وتعرفون يعني مدارس وكله يريد والله العظيم بش نقول الحمد لله والشكر ربه هو اللي يرزق والحمد لله والشكر ما دام عايشين بهالدنيا الحمد لله هناله ثرمت الزلاطي وقلية الكباب بس والله العظيم الصراحة يعني الطباخ الكهربائي كل شيء يعني حلو بتقلاه مال الكباب وهنا تعرفون احنا يعني المرقة اللي يزود مال الغدة مال البارحة هم خلي أخليها بالثلاجة ما علي أشيي مثلا ثاني يوم نشوف شن اللي ينسوي الغدة مثلا نواشف مثل الشيء مثل الجهال ما يأكلونه مثلا نخلوا إياهم عندنا يصير معون تمن ومعون مرقة ومنى ومنى وخير وبرك من رب العالمين وهنا هذا كملت الغدة مالنا هنا أنا شوية طرشي وفلفل وخير وبرك من رب العالم بس الطرشي كل شحار الصراحة لين أنا من جبته قلت له خلينا فلفل وياه أنا الجهال إذا فلفل ما يحبونه هل قد بس قلت لمرت الثاني عوضكم ما أجيب به فلفل وهنا أنا التمن وهاي المرقة قلت لكم اللي زادت مرقة البوتيتة حلن البنات وصبيت لهم الغدة مالهم احنا أبو الجهال يتأخر بالغدة وقلت لهم اتغدهم وسهمكم حبايب قلبه أكيد العافية هنا أنا طبعا هاي اللفة إلي لأن أنا الصراحة ما أتريق الصبح مرات يعني أتريق وأزيد الأيام ما أتريق مرات مثلا أكل حتى لو فتهيت شي فاكهة من الثلاجة أي شيء مرات لا والله أبقى منا للغدة هنا أنا اجت جنونة وراء ما كملنا غدانة وكملنا قعدتها تدرس لأن أتها كتابة أجت واجبات طلعت شنو لأتها وقلت لها كتبي فهنا لازم نسوي واهس للجاهل مثلا نتخلين يما فواكه أو حلويات مثلا أنا داعما بالبيت ما أتصراحة ما أجيب حلويات أسوي مثلا كيكي شربت مثلا شبيهة الثلاجة هاي الشغلات هم مفيدة للجاهل وهم شوية نتحفز على نفسيته وهنا طبق تلك كتب لأن تعرفوا الرمان يداموا الدفاتر هنا كلت وارتاحت يلا بعدين علموا ترجعهم تكتب وأقريها وهنا خليكم ويرفيتهم الذهاب إلى المدرسة عبد الله يقول عبد الله يقول أنا في الصف الثالث أنا في الصف الثالث ولازم مشي أكيد تحفظ لأن الباجر إذا دوام صف هيا نذهب إلى المدرسة وهنا لازم تحفظها كل الزياد وتعرفون كلها على أم البيت أنا الصراحة كلها علي يا براسي أبوهم طالع من كلها الصف الثالث وهنا حبايب يالبي شكرا لمتابعتكم أشوفكم الفيديو جديد بابن الله تعالى مع ألف سلامة